بس في البداية حاجة مهمة جداً عايزين نتكلم فيها ويمكن أحد المدربين اللي كان ليه بصمة واشتغل مع منتخب الشباب والمنتخبات الناشئين في فترات سابقة وكان بيمثل منتخب مصر الكابتن محمد الصيفي تعرض لوعقة صحية شديدة خلال اليومين اللي فاتوا بنتمناله كل الشفاء يا رب بإذن الله هو طبعاً حالياً موجود في أحدى المستشفيات في مصر الجديدة وإن شاء الله بإذن الله يخرج منها سليم ومعافى يا رب بإذن الله خلال الفترة الجاية كابتن محمد الصيفي من المدربين اللي كان ليهم دور كبير جداً في منتخبات الناشئين والشباب في فترة سابقة كلنا نتذكر حتى جيل مستر سكوب وكابتن هاني رمزي اللي استضافت ساعتها مصر وقتها بطولة كأس العالم كان ساعتها في 2009 كان الكابتن محمد الصيفي ضمن الجهاز الفني في منتخب مصر للشباب خلال الأيام اللي فاتت يمكن تعرض لوحكة صحية إن شاء الله بإذن الله يقوم منها بالسلامة وكلنا بنتمنى له التوفيه إن شاء الله والدعاء بنوجه له إن شاء الله بإذن الله الدعاء في الفترة اللي جاية إن شاء الله يخرج منها سليماً وضمنا حتى لقطات ليه للكابتن محمد الصيفي مع منتخب الشباب وكان من ضمن اختيارات الكابتن محمود الجهري عندما كان الكابتن محمود الجهري مديراً فنياً للاتحاد وقتها وضمنا حتى في الصورة كمان الكابتن فكر صالح كان هو مدرب حراس المرمى في منتخب الشباب والكابتن محمد الصيفي من المدربين اللي كان لهم خبرات كبيرة جداً واللي كان بيحظى باهتمام من قبل الإدارة الفنية في التحاد القرى وقتها لنظراً طبعاً الإمكانيات وخبرات ومشواره مع الأندية حتى للاعب فيها في فترات تسابقة نتمنى له يا رب بإذن الله السلامة يخرج من هذه الأزمة الصحية معافة إن شاء الله بإذن الله ودورنا بقى دور الإعلام إنه هو يلقي الدوء على هذه الموضوعات لإنه كمان وإحنا نتكلم على موضوع الكابتن محمد الصيفي بشكر معالي الوزير دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة على استجابته بسرعة عندما علم بيعني الوعقة الصحية التي اتعرض لها الكابتن محمد الصيفي قام مباشرة وقام بمبادرة بالاتصال بي والإتمنان عليه وأكيد بإذن الله خلال الأيام اللي جاية هيكون فيه دور مهم جداً كمان للوزراء أو حتى للرياضيين بشكل عام لأن كلنا شايفين يعني الحياة ما فيش حاجة بتستاهل الحياة غير عمر البن أدم ده بالنسبة لنا ده أهم حاجة وحياة الإنسان بالنسبة لنا ده أهم حاجة وإحنا في الوسط الرياضي تحديداً هنا بقى ما بتغلبش عليها الانتماءات للأندية لا أهل ولا زمالك ولا أي حاجة خالص بتبقى القصة بالنسبة لنا إن احنا كلنا في مجتمع واحد ووسط واحد علاقتنا ببعض بتبقى علاقات متميزة ولو حد يعني تعرض لأي وعقة صحية كلنا لازم نقف جنبه ونكون معاه